نحن نتكلم على الخمر والمسيح الألاقة أنه الخمر كان دايما موضوع بيثار في الكتاب أو أثير في الكتاب والنهاردة موضوع بيثار في كل مكان هل هو حلال ولا حرام هل مرفوض نعمله وما نعملوش خليلما في الأول نرجع ونشوف الخمر اتكلم عنه المسيح ازاي في الكتاب المؤدس وبعد كده في الجزء التامي الحلقة نشوف ازاي تطبيقه النهاردة لو ابتدي بقى السيس يوسف في رأيك حديث السيس ايه الموقف المسيحي من شرب الخمر رغم ان هو ذكر في كذا مكان الحقيقة الموقف المسيحي نقدر نستشرفه من كتاب المؤدسة تكلم عن الخمر ازاي فمثلا في العهد القديم الخمر في احيان كتير بيتكلم عنه كتاب مؤدس بصورة ايجابية حتى الكلمات اللي بتوصف الخمر في الكتاب المؤدس كان فيه كلمتين اساسيتين كان فيه كلمة عامة عن الخمر بتشير الى الخمر في صورتيه اللي هي الخمر العصير العنب المختمر او غير المختمر فيه كلمة عامة بتشير لاثنين ممكن الكلمة دي تشير لعصير العنب مختمر أو غير مختمر وفي كلمة أخرى كانت بتشير إلى عصير العنب الطازج اللي هو غير المختمر لم يتعرض للتخمر الخمر في العحد القديم في أحيان كتير نقرأ أن هي من أساسيات الحياة يعني من ضمن المقونة الأساسية بتاعت أي بيت فيه خمرة زي التين وزي الزتون وزي الكرمة والخمر كانوا من المقونة الأساسية في البيت كان حاجة من الحاجات الأساسية اللي تتقدم للضيوف كانت الخمرة في العحد القديم سواء الخمر المختمر أو غير المختمر ما نعرفش إيه بالزبط ما قالش الكتاب أن ده خمر مختمر أو غير مختمر فممكن يكونوا الاتنين كانوا موجودين في البيت اليهودي كانت سلعة أساسية زي الحنطة وزي زيت الزتون كانت سلعة أساسية بتباع وتشترى عادي جدا في الأسواق الخمر الكمية المعتدلة من الخمر ما كانش فيها أي عيب بالعكس الكتاب مؤدس بيقول أنه الخمر رمز لقلب الإنسان الفرح فمزمور 104 مثلا بيقول خمر تفرح قلب الإنسان لإلماع وجهه فهي حاجة بتعبر عن الإنسان المتوازن الإنسان السعيد الإنسان المبسوط المشكلة في إساءة استخدام الخمر عند اليهود فالقسط المعتدل من الخمر ما كانش فيه أي مشكلة ابتدى اليهود يسرفوا جدا جدا فيه شرب الخمر عشان كده نلاقي سفر حكمة زي سفر الأمثال يقف قدام الإسراف في الخمر بصورة واضحة لدرجة أن احنا نطلخبط هو الخمر كويس ولا مش كويس من كتر ما سفر الأمثال بيتكلم عن الخمر لكن سفر الأمثال بيتكلم عن الخمر فيه استخدامها الزائد عن الحد سيما بيقول الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يسكر بهما فليس به حكمة بيتكلم عن أنه ده الخمر اللي بيؤدي للسكر الإسراف في استخدام الخمر فواضح أنه في حد ذاتها الخمر ولا حلال ولا حرام هو في وقات كثيرة كانت سلع أساسية لكن مع تطور الزمن ابتدى اليهودي يستخدموها بطريقة مش حكيمة فيها إسراف زياد أشكرك على الإجابة طب أسيسي سمير دوقتي لو ده العهد القديم انتقل بعد كده الموضوع العهد الجديد فابتدى أول معجزة في العهد الجديد هو المسيح وهو بيحاول الماء إلى خمر فهل ده معناه أنه المسيح راضي يكمل هذا الفكر منها القديم عشان يكمل به ولا ده مش وجهة نظر واضحة عايزي أقولها لا وجهة نظر واضحة لأنه صنع هذه المعجزة معجزات المسيح هي لتزديد احتياج دائما ما كانش بيعمل معجزة كنوع من الإبهار والفرح أو العرس أو حفل زفاف اللي كان حضره المسيح كان عندهم احتياج حقيقي لأنهم بيقدموا ضيافة للمدعوين هي عبارة عن الطعام ومعاه الخمر وده يعني كالتشر وايز يعني مهم نحن نفهم أنه طالما نتكلم عن حاجة ليه علاقة بأكل وشرب فنحن نتكلم عن عادات ثقافية لدى شعوب معينة فزي مثلا العربي ما بيأكل طمر وجنبيه لبن اليهودي بيأكل خبز وجنبيه خمر هذه هي الوجبة في سوراتها البدائية عند اليهودي والمسيح بيكمل على اتجاه العهد الأديم سواء مختمر أو غير مختمر آه فيه يعني صعوبة بالغة إن إحنا وإحنا بنقرأ كتاب مؤدس نحدد عما يتكلم الكاتب لنوع الخمر ممكن يبقى عصير غير مختمر ممكن يبقى عصير ومختمر ممكن يبقى خمر ممزوجة ودي عليها إضافات تجعلها أكثر قوة في السكر لكن المبهر لما احنا نرجع للعهد الأديم إنه ما نلاقيش فيه شريعة تحرم شرب الخمر وده جزء أساسي رغم أن فيه شريعة تتكلم عن الطعام إذا كان فيه منه ناجس أو طاهر لكن هذه الشريعة لا تتعرض للخمر على الإطلاق فيبقى شرعيا يهوديا عن اليهود مفيش ما يمنع أو يحرم شرب الخمر مش بس كده ده كانت الخمر بتستخدم كجزء من السكيب على الزبيحة وكان جوه الهيكل فيه مكان لتخزين الخمر أكتر شوية فيه شريعة لتعشير الخمر يعني يقدم العشر عن الخمر إذن في الوحي الكتابي في العهد القديم لا يوجد تحريم للخمر فما ييجي المسيح بقى وفرعي حضرتك في المعجزة دي المسيح كان بيشرب خمر؟ هو المسيح مكتوب عنه في الإنجيل إنه كان بيشرب خمر كإنسان يهودي طبيعي بيأكل الخبز ويشرب الخمر حتى في الفريضة بتاعة العشاء الرباني لما هو جه حاب يعملها استخدم الرمزين السقاطيين الأساسيين عند اليهود الخبز والخمر فإحنا لو هنتكلم عن تحريم الشريعة تكلمنا عن تحليل وتحريم فبالنسبة للشريعة اليهودية لا يوجد تحريم للخمر المسيحية ليس فيها الشريعة كاليهودية فالمسيح بيستخدم الخمر زي ما بيستخدم أي حاجة في الحياة ولما لقى إنه عندهم احتياج في حفل العرس إنه حصل نقص في الخمر اللي المفترض يقدموا لكل الناس صنع المعجزة وحول الماء إلى خمر بكميات كبيرة تسع الست أجران اللي كانوا موجودين لماء التطير في هذا البيت فيبقى موقف المسيح من الخمر إنه بيستخدموا كمشروب موجود في المجتمع اليهودي ما قدرش أحدد إذا كان الخمر المستخدم ده بيسكر ولا لا لأ لأنه في الكتاب برضو فيه كلمات كثيرة جدا في اللغة العبرية تتحدث عن الخمر في العهد القديم وصعب جدا إنه نحدث في عهد الجديد يمكن فيه كلمة واحدة بتستخدم عن الخمر لكن لا تحدد بشكل قاطع برضو يعني لغويا إحنا ما نقدرش نستند على الكلمة عشان نحدث لكن في المعجزة بتاعت تحويل الماء لخمر فيه حاجة غريبة حصلت إنه لما المسيح حول الماء لخمر جي لرئيس المتكأ ويقالوا له يعني الخمر ده إيه فقال إنه أنتوا أبقيتوا الخمر الجيدة للنهاية واضح إنه مستكران لأنه لما يقول إنه الخمر دي جيدة يبقى هو واعي وتعبير الخمر الجيدة إنه ليس بها شوائب بالمناسبة ومش خمر جيدة يعني بتسطل أو بتسكب لا خالص الخمر الجيدة كمصطلح المقصود به هو إنه هذه الخمر ليس بها شوائب لأنه عملية التخميف زمان ما كانش فيها إمكانيات كبيرة للتصفية أو أو وجد إنه الخمر نقية فعبر عن نفسه فمنقدرش نقول إنه كان فيه سكر والكتاب دايماً بيستخدم كلمة الخمر وكلمة المسكف ودول كلمتين برضو بيعبروا عن الخمر ليس بشكل قاطع نستطيع أن نقول إنه فيه تفريق ما بين الاتنين لك خلينا نقول إنه فيه تفريق ما بين شور بالخمر والسكر بالخمر هاي أوكي قبل ما نطلع فاصل سؤال لحضرك أسيس تما هو رأتي بعد المعجزة الكريم العهد القديم وبعد كده مشينا شوية في أول عهد الجديد تكملة العهد الجديد هل في أي وقت لغاية نهاية كتاب المؤدس في عهد الجديد جيه وقت فيه تحريم أو فيه نهي عن شور بالخمر أو كده ولا الموضوع استمر بنفس النهج بنفس النهج لأنه زي ما قلت إنه الكتاب مؤدس لم يعطل الإنسان علشان يقولي ده حلال وده حرم لكن الكتاب مؤدس بيقول إنه الشيء في حد ذاته مش خطيئ الألم ده في حد ذاته مش خطيئ لكن لو كتبت بيه جواب تشهير في حد يبقى أنا استخدمته بطريقة خطيئة هكذا الخمر في حد ذاتها مش خطيئ طريقة استخدامها دافع استخدامها فتلاقي مثلا الرسول بولس نفس الرسول بولس يقول لتلميذ بوتيموثاوس إنه شرب الماء الكثير مش كويس عليك لكن شوية خمرة تصلح المعدة وبعدين في حتة تانية يقول عن الخمرة إيه ما يقولش لا تشربوا الخمر الذي فيه الخلاعة لكن لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بيتكلم برضو على طريقة استخدام الخمر الزائد عن الحد اللي بيطلع الخمر من إنه هي شيء عادي محبب إلى إنه هي شيء ضر سواء بالحياة الجسدية أو بالحياة الروحية أو الذهنية للإنسان حضراتكم طلعتوا باستنتاج خدنا تارة أربعة خطوات له قدام نخرج بفاصل سريع نشوف رأي ناس مختلفة تعمل معهم أحاديث وبعد كي نرجع نكمل الأسئلة مع الأسوس خلينا نروح نشوف إيه رأي حضرتك في شرب الخمر؟ أنا شايف إنه ده عكس اللي الله أراده يعني هو مش صح إن حد يكون بيشرب لإنه بيضمر حياة الإنسان هو بيشرب علشان ينسى أمور صعبة في حياته ويحس إنه هو مصطول ومش مركز وده بيخليه في حاجة زي هسترية كده يعني طبعا الدين يرفض ده تماما وفي نفس الوقت هو مقدرش أقول حرام وحلال لكن هو غلط يعني مش مستحب طبعا أنا ضد شرب الخمر لأنه من الحاجات اللي بتتلف جسد الإنسان وربنا وصنا على جسدنا والكتاب يعلمنا إن إحنا هيكل روح الله وروح الله ساكن فينا ده موضوع شائق قوي يعني شرب الخمر بالنسبة لنا أمر مش محبب ممكن نقول عليه مرفوض وممكن نقول عليه إنه بيبقى خطية لو مش هيسكرني معنديش مشكلة والناس تقول لك أنا ممكن أشرب جزء ومش بذكر أو كده لكن عادة يعني أنا بالنسبة لي شرب الخمر مش محبب زقا شرب الخمر ده حاجة سيئة جدا جدا شرب الخمر لدرجة إن أنا أبقى مسكرون مش واعي بالحاجة أكيد لا يعني مش الحاجة الصورة اللي هنبقى يعني ربنا عايزنا نبقى فيها شرب الخمر أكيد طبعا مش محبوب دايما أنا بالموضوع ده بفتكر كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق فأنا برأيي إن الحاجة أنا باستخدمها إزاي الناس يعني اللي بتشرب لغاية ما تفقد وعيها فتعمل حدثة لا طبعا خمرة نفسها دي مواد طبيعية خلقها ربنا فأنا اللي بحدد إزاي أستخدم الحاجة لا تذكروا بالخمر اللي فيه الخلقها كل حاجة فقدرها صح صح يعني لما كان مؤدس بيقول إن قليل من الخمر يصلح الموادى هو مفيد لما بيتاخد بالقدر الصح في الوقت الصح للهدف الصح المجتمع محافظ على عدم شرب الخمر أكيد لا طبعا مجتمع ده فئات كتيرة من الشعب ناس مثقفة ناس جهلة ناس بطرف ربنا ناس ما تعرفش ناس فقيرة ناس غنية فلو المجتمع بهذا التصور وهذا التنوع أكيد مش كل الناس محافظة على عدم شرب الخمر ظهريا أعتقد على موقفه لكن في الخفاء يعني ممكن يبقى بيعمل كده يعني لكن ظهريا شكليا ما فيش يعني أو قليل في ناس كتير قوي نسبة كبيرة جدا بيشربوا خمر عادي هو المجتمع بينتقد الناس اللي بتشرب الخمر بس ممكن الشخص اللي بينتقد يكون هو نفسه بيعمل كده في الخفاء في الأول كان ممكن لو تشوفتي حدي بيشرب خمرة في الشارع هتشوفين موضوع جريب قوي أو في كلابس لكن دلوقتي يعني لو شفتي هتقولي لا عادي ما كل ناس بتشرب المجتمع لسه يعني برضو متمسك بحثة المظاهر قوي فممكن تبقى في ناس كتير مجتنعا هو لأ بس هي بتعمله في الدراء لأنه ما تقدرش تعمله قصاد للناس لحسن الناس تقول عليها كلام يعني قدامك حلوة قوي ما بيشربش لأ ده حرام لكن مش عارفة إيه لكن لما تخصش في البيوت هتلاقي أنواع كتير من القمر وبيحللوها في مناسبات رأس السنة أعياد مش عادي كده بيحللوها لكن هم وقعوا قدام الناس لأ القمر حرام مجتمعنا الشرقي ساعات رابط الحاجات دي بالحرية أو بالليفل الكاتيجوري بتاع المعيشة لا هي ملهاش دعوة لا ببريستيج هي بثقافة زي ما شفنا فيه واضح أن فيه تفاوض كده بين الأفكار في ناس بتتكلم بوجهات ناصر مختلفة وبترجع لكتاب أو بترجع لثقافة فوضح المجتمع في هذا الجدال أنا عايز أنطلق من نفس الأفكار لطلعات الناس في رأوي في الجزء الأولاني كانت بتتكلم على الآيات أساس أمير كانت تتكلم على الآيات أنه الآيات بتقوله الآيات ما بتقولش الكتاب قاله ما قالش ليه هذا التشبس بالرجوع للآيات؟ هو الآيات هي اللي بتحدد أعمل إيه ومعملش إيه؟ الآيات بتاع الكتاب مؤدس بتقدم لي إرشاد بتقدم لي طريقة في التفكير نحية السلوك اللي المفروض أكون أنا بفكر فيك مؤمن مسيحي ففي موضوع الخمر لو إحنا رحنا للكتاب عشان نجد آيات تمنع الخمر تماماً لن نجد بالمرة والعقلية بتاعة المنع هي عقلية بدائية موجودة في النموس القديم في تور تدرج الوحي الإلهي عبر سنوات طويلة فصعب أني أنا كمؤمن مسيحي الأول دلوقتي تقول لي اعمل ده ومتعملش ده زي ما كون أنا طفل صغير لكن المهم بالنسبة لي أني أرجع للآيات عشان أفكر تساعدني أنها تديني مبادئ من خلالها أفكر علشان أقول هعمل إيه يعني لو أنا قلت فيه كلام في كتاب عن الخمر بس ما فيش كلام عن الهروين هعمل إيه أنا لازم أفكر فالكتاب عن السجاير عن السجاير مثلا يعني لازم أفكر في مبدأ من خلاله أقدر أعرف أنا أتصرف إزاي وده عنصر مهم في المسيحية المسيحية لا تقدم تحليل وتحريم لكنها تقدم مبادئ المسيح يعطينا مبادئ نفكر بها بإرادة حرة من خلالها نختار الإختيار السليم فالمسيح بيخلينا أشخاص ناضجين نختار مش زي اليهودية في العهد القديم اللي فيها شريعة تقولك افعل دي ولا تفعل دي ففيه فرق كبير قوي أما موقف المسيح من الخمر في رأيي في آية موجودة في إنجيل لؤى أصحاح 21 وعدد 34 هم بيكلمش عن الخمر في الجزء ده بس بيقدم مبدأ بيقول خمار دي كلمة استخدمها فاندايك في الترجمة بتعبر عن حالة الإنسان اللي بيشرب الخمر بكسرة فيصل إلى حالة السكر حالة فقدان الوعي المسيح مش مع فقدان الوعي فمن فضلك بوعي اختار إنك ما تفقدش وعيك هو ده موقف المسيح من الخمر مش موقف من إني أشرب سائل معين لا أكبر من كده بكتير يجوز إنه إنت ما بتشربش السائل بتاع الخمر لكن إنت إنسان فقد الوعي أغلب الوقت أنا استنتكت من حضرتك إنه الآيات تعطي مبادئ الكتاب يعطي مبادئ وليس حرفيا يقولك اعمل وما تعملش في العهد القديم فيه اعمل وما تعملش لأنه ده في طور تدرج الوحي من النموس إلى المسيح لكن في العهد الجديد لا مفيش اعمل وما تعملش فيه مبادئ من خلالها تفكر في الاختيارات بتاعة سلوكيات الحياة فبالتالي مش لازم أقف على تصريف الفعل وفيها لام ولا ما فيهاش لام وهذه فيها لام ولا ما فيهاش لام ده بالعربي لكن أنا كويس إني أدرس النص الأصلي اليوناني مش عشان أمسك فيه لكن علشان أستقدمه في عملية التفكير لكن لو أنا درسته غلط وفكرت فيه بطريقة غلط المنتج من التفكير هيبه غلط برضه مش هدف الدراسة هو التمسك بالحرف لكن الوصول للروح بتاع المبدأ النص ده اتكتب فيه سياق معين زي ما كان بيقول الأسيس أمير فيه سياق كان موجود فيه خمرة بس ما كانش موجود فيه سجير ما كانش موجود فيه بورنو البورنو حلال ولا حرام أنا أفهم من نص بيقول لي إيه روح النص بي المادة اللي المسيح هيزني أفكر من خلاله وبعدين ساعتها أختار أتفرج على فيلم بورنو وأنا مش هتفرج هاشرب سجير ولا مش هشرب من يحدد هل هي صح ولا غلط من يحدد هل هي ترضي الله أو لا ترضي الله ما هو أكيد مش مرجعي في الكنيسة هل الكهنة هل الأسس هل الشخص لأن هي واضحة أنا مش موجود في كتابة أروح لمين في أكتر من حاجة الضمير الكنسي بيقول إيه يعني من خلال تعليم الرسل ومن خلال الكتابات اللي إحنا وصلت لنا من خلال الدراسة للحاجات دي أنا بفهم الحاجة التانية من خلال الدراستي أنا من خلال إن أنا بسمع الأراء الروحية اللي حوالي سواء بسمع في الكنيسة بتعلم حاجات في التلمزة الشخصية الحاجة التالتة إنه أنا روح الله لجوايا بيساعدني إن أنا المادة ده أستخدمه بأني طريقة لما بيقولي مثلا كل الأشياء تحلي لي لكن ليس كل الأشياء توافق أو كل الأشياء تحلي لي ولكن لا يتسلط علي شيء فأنا لو اكتشفت في حياتي إنه في حاجة متسلطة علي ممكن ما تبقاش الخمرة ممكن القهوة ممكن البيبسي أو المشروبات غازية ممكن ممكن الشغل إن أنا ووركهوليك مثلا حاجات متسلطة علي وأنا ما بدقش الخمرة هل ساعتها بقى متوافق مع إرادة الله؟ لا أنا مش متوافق مع إرادة الله لأن إرادة الله بيقولي لا يتسلط عليك شيء وإنت متسلط عليك حاجة فهي مش في الكلمة مش لأنه الكتاب يستخدم أو اهتم بالخمر لأن ده كان السياق المجتمعي في وقته إن الخمر ممكن يتسلط على الإنسان لكن النهاردة ممكن الناتفليكس يتسلط علي التلفزيون يتسلط علي أستندت من كلام حضرتك إنه دلوقتي في مبادئ زي ما شوفنا مع عسيس أمير وإنه أنا اللي قدر أتقرر من خلال فهمي للمبادئ ما يتسلط علي وما لا يتسلط علي ما هو متوافق مع المبادئ العامة وما ليس هو متوافق أنا من أتقرر مش مش لأذهب والدليل على كده هو تلاقي في ناس يقولك إنه يا جماعة أنا هقفل الفيسبوك لمدة شهرين أنا بقول لكم باي باي لأن أنا هقفل الفيسبوك ليه؟ ممكن يكون إنه حس إنه الفيسبوك ده متسلط عليه وبيسرق وقته كده هو ومش بيسرق خمرة بس الفيسبوك بقى زي الخمرة بالنسبة لي صح؟ متسلط عليه متسلط على زيهنه فقرر بوعي زي ما كان بيقول الأسيس إنه أنا هقفل ده علشان أكثر الدائرة التسلط بتاعة الأمر ده عليه